يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت بك لحبرت لك تحبيرا فكيف الجمع بينه وبين القول بأن تحسين الصوت في أجل السامع يعد شركا إذا كان يقصد من ذلك المدح إذا كان يقصد من ذلك المدح والثنى فهذا يعتبر من البياء أما إذا كان يقصد من ذلك نفع المستمع يقصد من ذلك نفع المستمع وأبو موسى أراد أن الرسول يسر بهذا يسر بهذه القراءة وهذا الصوت نعم الله على أبي موسى إذا كان القصد منه حسنا ولا بس لكن إذا كان القصد منه المدح والثنى هذا هو المشكلة نعم ترجمة نانسي قنقر